لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان شاء الله في الفيديو ده هعلمك ازاي تتخلص من وازاي تستعيد الملفات بتاعتك وازاي لو كان الهارد بتاعك مش شغال ازاي تقدر ان انت تفتحه مرة تانية وتستعيد الملفات المهمة اللي كانت عليها اول حاجة هعملها هفتح المتصفح بتاع الجهاز الكمبيوتر بتاعي واحمل برنامج صغير جدا وخفيف جدا اسمه برنامج بكتوريان البرنامج ده يعتبر من افضل البرامج في آآ اللي هو يعني اللي تشف على الهارد ديسك واكتشاف اللي فيه او ترحيل او محاولة مسح طبعا هندخل على طول على رابط التحميل هنتظر طبعا الحديث ما يبدأ عمليك التحميل معي هو البرنامج صغير مش هيخد معي وقت كبير تمام كده البرنامج بدأ في التحميل كده خلاص الصفحة دي انا مش محتاجها هقفلها تمام واتكل اجيد الملف بتاع البرنامج من جهاز الكمبيوتر بتاعي المكان اللي نزل فيه في الملفات اللي هو بكتوريا برنامج صغير خالص هاخده طبعا نسخ على صفح المفتب وفك الضغط عنه تمام هاقف عليه وبعد كده فتح واعمل استخراج الى واقول موافق هدخل باسورد هو عبارة عن واحد دين تلاتة اربعة هقول له نعم كده انا تمام فكتة بضغط عنه هلاقي موجود معايا بالصورة ديت هفتح الملس تمام البرنامج برنامج محمول مش محتاج ان انت تستطبع على البرنامج على الجهاز بتاعك انت بمجرد انه تضغط عليه بيشتغل بدون استطب تضبط على الايكونا دي تخبرها على الحضرات اللي بس عشان تبقى شايفة كويس الايكونا دي اللي هي فيكتوريا هيفتح معك البرنامج وانا انتظر لحظات الحديث ما يبدأ دي الشيشة الرئيسية بتاع البرنامج تمام كده طبعا قبل ما ابدأ في شرح اي وزقية من البرنامج ياريت ان انت تتابع الفيديو بالكامل لان البرنامج ده اي خطأ فيه ممكن نطير البيانات اللي موجودة على الهارد ديسك بتاعها فياريت تابع الفيديو كويس جدا عشان ما يحصلش عندك اي خطأ طبعا انا هبدأ في اللي هي اول حاجة اللي هي الستاندر ده لو لاحظت هتلاقي ان هو بيظهر لك في الجنب التاني على طول كل الهاردات المتوصلة على جهاز الكمبيوتر بتاعك الهارد الاولاني اللي هو هارد كينجستون لما اضعف عليه طبعا الهارد ده اللي انا حضط عليه نظام الويندوز تمام هو هارد اس اس دي تمام وفيه الهارد التاني اللي هو هنحامله كمغزن حضط عليه الملفات بتحتي تمام والهارد اللي هو التالت اللي هو الهارد التلتمية وعشرين جيجا ده اللي احنا نعمل عليه الاختبار ياريت حضرتك لما تيجي تفحص اي هارد عليه بات سكتور ما يكونش الهارد ده اللي انت شغال عليه لا يكون هارد انت مواسط له بجهاز الكمبيوتر بتاعك ما يكونش الهارد اللي انت شغال عليه تمام ده الافضل ممكن طبعا تفحص الهارد اللي انت شغال عليه بس الافضل ان انت تكون مواسط له على جهاز كمبيوتر تاني ساعة الفحص لو لاحظت حضرتك هتلاقي كل ما بقف على هارد بيديني البيانات الكاملة بتاع الهارد ده يعني الهارد الاولاني قال لي اسمه وستيريو النمبر بتاعه والبرامج اللي بتشغاله كل شيء يخصه هو ظهره لك والمساحة بتاعت التخزين بتاحته تمام لو قفت على الهارد التاني هتلاقيه نقر يداني برضو اسم الهارد والموديل بتاعه وستيريو النمبر بتاعه اللي هي المساحة بتاحته هنا واحد تيرة لو رحت على الهارد التالت اللي انا هشتغل عليه هكي برضو مديني مساحة الهارد واسم الهارد اللي هو نوع توشيبة والبرامج اللي بتشغاله ومساحته بالكامل كل شيء عنه طيب اول حاجة اعملها عامل على طول اختبار للهاردات اللي موجودة عندي تمام كده هوت انا اروح واقف على الهارد اللي هو مسلا كينجستون وانزل على سمارت واعمل اختبار على طول سريع للهارد اروح اضغط على اللي هو المفتاح الجيت سمارت تمام كده زي ما حضرتك شايف نور عندي باللول اللي اخدر وقال لي جود يعني الهارد ده الحالة بتاحته جيدة طيب عايز اجرب الهارد التاني اللي هو الواحد تيرة اقف عليه برضو واروح واقف على جود سمارت واعمل جيته سمارت وهشوف هيديني ايه برضو جود تمام اروح راجع مرة تانية واقف على اللي هو الهارد اللي هو تلتمية وعشرين واقف على اللي هو سمارت واعمل جيت سمارت سمي احترق معي زي ما حضرتك شايف كده ده نور معي باللول اللي احمر واداني باد زي ما حضرتك شفت معي النتيجة الهارد اللي هو تلتمية وعشرين ده هو اللي عليه باد سيكتور زي ما احنا عملنا كده بسمارت ولان ده اللي عليه ايه باد او في مشكلة يعني طبعا انا هعمل عملية الفحص ازاي الاول حدد الهارد اللي انا هشتغل عليه انا هشتغل على اللي هو تلتمية وعشرين وباكي اروح داخل على اللي هو التست بصلا حضرتك لما فتحت الخانة اللي بتاع التست دلقيت في مجموعة من الالوان شوف حضرتك اول حاجة تلات درجات بتاع رصاصي دولة كده مفيش اي باد سكتور على الجهاز بتاعك لو انت لقيت الهارد اللي ما فحصته كله بالالوان التلاتة الاوليين لو لقيت افضر برضو ما فيش اي مشكلة خالص اه ولو لقيت برطواني برضو يبقى ما فيش مشكلة وممكن ده يتعالج اما لو لقيت احمر برضو ممكن ان احنا نتجاوز هذا او ان احنا نمسحه المشكلة كلها لو لقيت عندك اللي هو باللولة ازرق ده فالبات سكتور ده هيبقى صعب جد ان انت تتعالجه. ويبقى انت الافضل ان انت تتجاهله. او ان انت ترحله لاخر بتاعك. عشان ما يحصلش مشكلة في اللي موجود على الجهاز بتاعك. طيب. تعال بقى بص حضراتك. انا عندي اللي هو راية. وعندي تمام كده? اه لو انا اخترت الخيار ده مع الخيار ده. مرة تانية. الخيار ده مع الخيار ده. يا ريت حضراتك تتابع الفيديو كويس عشان ما تعملش اي غلطة. لان انت لو اخترت خيار خطأ ممكن تمسح الداتا اللي موجودة على الجهاز الكمبيوتر بتاعك. او على يبقى انا اختير اللي هو مع تمام كده هوت. واضغط على عشان ابدأ عملية فحص فقط. يعني انا لو انا اخترت الخيار ده مع الخيار ده. هابدأ عملية فحص فقط. بتاعي من اتطمن ازا كان عليه ولا لا. وابدأ اضغط. وهيبدأ عملية فحص. ازاي ما شفت خذرك كده. عملية الفحص اشتغلت. كل المربعات اللي انت شايفها ديته بتتحرك هي عبارة عن سكتورات موجودة في قلب جهاز الكمبيوتر بتاعك. طالما باللون اللي هي الرصاصي واللغدر مفوش اي مشكلة خالص. لو ظهرت عندك طالما شغالة باللون الرصاصي كده فاش اي مشكلة. درجات الرصاصي كلها واللغدر والبرطاني مفيش اي مشكلة. المشكلة لو كان ظهر عندك باللحمر ده ممكن ان انا نمسحها ولكن لو زهر عندك باللون اللازرة يبقى دي كده بات سكتوره صعب جدا ان انت بتتعامل معه. طبعا من كده حضرتك هتلاحز ان هنا في عدد عمال يعيد الميجا بايت اللي هو بيمسحها. وهنا عدد السكتورات هنا بيظهر عندك عدد السكتورات اللي تم يمسحها. ده العدد الاجمالي للسكتور اللي موجود على جهاز الكمبيوتر او على الهارد ديست. وده السكتورات اللي هو بيمسحها. لو لاحظت تتلاقي الارقام ما عملت تختلف. وهنا عدد الميجا بايت اللي هو مسحة. تمام? طبعا عملية اه ان انت تعمل اختبار للهارد بتاعك ده ممكن يطول معك حسب مسحة الهارد بتاعك. يعني لو كان الهارد مسحته كبيرة فده هيخد وقت معك كبير. اما لو كانت المساحة بتاحته صغيرة فممكن يخلص معك على طول. طيب انا عشان ما اطولش عليك الفيديو هوقف عملية الاختبار. تمام? طيب. نيجي عند الخيار اللي هو انا. في بقى عندي مشكلة في الهارد ديست بتاعي. انا اتأكدت خلاص ان فيه بات سكتور. والبات سكتور ده بيخليني مش عارف اه افتح الهارد ديست بتاعي. ايه الحل فيه? بص حضرتك هتختار اللي هو الخيار التاني ده. والخيار ده ريماد. تمام? يجي بقى هاخد اللي هو ريماد. طيب ده بيعمل ايه? بص حضرتك. الخيار ده مهم جدا. هو اللي بيعمله? لو انا كان عندي على الهارد ديست بتاعي اآ بات سكتور فبيبدأ يرحل لي القطاعات التالفة اللي في الهارد لاخر الهارد. بحيس ان انا ابعدها خلص للاخر فانا هقدر استفيد من الداتا اللي كانت موجودة على الجهاز بتاعي. تمام? وقدر ارجعها. لو انا ضغطت كده هو هيعمل ايه? هو بيبدأ يعمل ترحيل للبات سكتور الموجودة على اآ جهاز الكمبيوتر بتاعي لنهاية الهارد ديست كمام? زي ما حدرك شايف كده انا اصلا الهارد الحمد لله انا فيهوش بات سكتور يعني مش موجود او مظهرش وانا تقريبا لما فحصت الهارد ده قبل كده مظهرش عندي الهارد سكتور واحد ودي انا رحلتها لاخر الهارد. طبعا حضرتك لو الهارد بتاع فيه مشكلة ما بيقراش او مش عارف تفتحها او مش عارف تسترجع البيانات اللي عليه تاخدو الخيارين دولا وتسيبو لما يخلص خالص هتلاقي الهارد بتاع الفتح واشتغل معك وتقدر ان انت هتدخل عليه وتستعيد الداتا اللي كانت موجودة عليه. طيب انا طبعا برضو عشان ما تقولش على حضرتك هوقف هذا الموضوع انا في رأيي ان الخيار التاني ده اللي هو رد مع افضل خيار لك ان انت ترحل لنهاية الهارد عشان تقدر ان انت تفتح الهارد بتاعك تاني وتستعيد البيانات اللي كانت موجودة عنه. طيب هوقف وهوري لحضرتك خيار تالت. والخيار ده ما تستعملوش الا في حالة واحدة بس ازا كنت انت عايز تمسح الهارد ديسك بتاعك خالص. تمام? اللي هو الخيار ده. تمام? لو انا ضغط على ستارت. خلي بال حضرتك او عتضغط الا ازا كنت خلاص قررت ان انت تمسح الهارد ديسك بتاعك وتصفره وترجعه لحالة آآ ضبط المصنع. يبقى انا خلاص انا كده عرفت ان انا في عندي مشكلة كبيرة وانا مش عايز الدياتا اللي موجود على جهاز الهارد ديسك بتاعي ده. اروح واغد الخيار ده حتى ولو لاحظت حضرتك هو بنوره لك بلون احمر بينبهك. ولو ضغط على زر طبعا مش هضغط على الهو ستارت لان انا لو ضغط عليه همسح البيانات اللي موجودة عندي على الهارد ديسك بتاعي. فكون على حذر جدا وانت بتعمل هذه الخطوة. وتكون متأكد ان انت فعلا مش محتاج آآ البيانات اللي موجودة على الهارد بتاعك. طيب آآ بقى الخيارات بقى هنا كده بيزهر لك آآ السكتورات اللي موجودة على الجهاز بتاعك عددها وبياناتها. وهنا ده مش مناش دعوة بيه انا مش ندخل في الخيارات دي. انا كده بس تعلمت حضرتك الخيارات الاساسية. زي ما حضرتك آآ زي ما قلت لحضرتك انت الخيار اللي هو الريد. ده انت بس عشان تعمل آآ تست بتاعك وتعرف ازا كان عليه ولا لا. طيب آآ لو انا عايز آآ ما بيفتحش او فيه مشكلة في قرية البيانات انت هتاخد اللي هو الريد مع ريماد. هتراحل الورقة. طيب فيه خيار برضو اخير. لو انا اخترت الريد مع آآ الخيار ده. ده هيعمل هيمسح البات سكتور. بس فيه مشكلة فيه انه ممكن يمسح البيانات اللي كانت موجودة على البات سكتور. يعني ممكن تفسر داتا. فعشان كده خليك في اللي هو الخيار اللي هو ده. تمام? اشتغل به. عشان تصلح البات سكتور الموجودة عندك على الجهاز واترحالها لاخر الهارت. فانت تبقى كده رجحت البيانات اللي كانت موجودة. واستفدت بالداتا اللي كانت موجودة على الهارت. تمام? الخيار برضو اللي هو ده كده انا همسح البيانات اللي موجودة على الهارت ديسك. فعشان كده ما تاخدوش. آآ اما لو دخلت على الخيار الاخير ده بنبهك. خلي بالك لو ضغطت على ستارت هتمسح كل البيانات اللي موجودة على الهارت ديسك بتاعك. بقيت ان انت تشوف الفيديو كويس. آآ طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهار ده يكون انتهى. تنسناش طبعا من اللايك والشير والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.